نحن الآن نقول بناء على نظرية الملة صدرا النفس في وحدته كل القوى يجي المناقشة مع السيد الطباطباء اللي قال المفيض للصور وين خارج النفس ملة صدرا يقول لا هي النفس فاعل هي النفس قابل هي النفس تملك كلها الإمكانيات هي النفس تملك هذه الإمكانيات الكبرى ليش أنت مستكثر على النفس لا النفس هي الفاعل النفس هي القابل لأن قوة تستخدمها النفس النفس نفسها في مرتبة من مراتب وجودها تأخذ المادة تأخذ الخميرة من الحس هذه المادة تأخذها من الحس تبدأ تستخدم القوى المتخيلة عندها فتصنع الصور هنا يكون دور النفس دور الفاعل من خلال القوى المتخيلة عندها ثم تأخذ هذه الصور تودعها في القوة الحافظة قوة أخرى عندها قوة الحافظة قوة هنا تكون النفس قابل فهي الفاعل بلحاظ وهي القابل بلحاظ آخر هي الفاعل في القوى المتخيلة هي القابل في القوة الحافظة والذاكرة والأمانع من ذلك نظير أن الإنسان مثلا يذكر شيء مؤلم مؤلم للغير ومؤلم للنفس يعني هو مصدر الألم وهو المستقبل للألم في آن واحد يفاعل وقابل ولا مانع من ذلك إذن هذا الإيراد الذي تبناه السيد الطباطبائي صاحب الميزان طاب ثراه محل تأمل بلحاظ نظرية النفس في وحدته كل القوى وفعلها في فعله قد انطوى زين